أنا لما أقدم تعليم بطريقة الأوامر التعليم يلاقي صدى بالإجبار لكن لما أقدم تعليم بالحب التعليم يلاقي صدى بالتعلم هنا القديس يحنى اتمثل بالسيد المسيح تعلمه مني لأني وديع ومتواضع القلب فكان وديع في لغته حتى مع اللي يعتبره في عرف الناس مرؤوسيه هنا غايس واحد من تلميزه وهو بعث له رسالة بيقول له أنا بشكرك على العمل اللي أنت عملته على أعمال المحبة اللي أنت عملتها وأعمال الاستضافة اللي بيشكرك عليها كل القديسين اللي راحوا لكم المنطقة لكن أنا بحذرك من كذا ومن كذا ومن كذا بيستهل الرسالة بيقول له أيها الحبيب يعني بيقدم له محبة أو بيعرفه مكانته عنده أنت في مركز الحبيب المسيح بيقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذي إن كان لكم محبة بعضكم نحو بعض يعني إحنا العلامة أو السماء المميزة لنا أن إحنا بنحب بعض جايزنا نختلف أنا وحضرتك أو أنا وحضرتك لكن حتى مع اختلافنا نكن الحب البعض في كل وقت وبكل طريقة نعبر عن هذا الحب ترجمة نانسي قنقر